موسيقى موسيقى اليوم معنا مجموعة من الشباب والشباب من مختلف الأطيام السياسية فأحب أرحب به أيمن الغنمين نور أبو غوش وبي عبد الكريم سارة أباضة وبكر الرقاد أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا دعونا نتفق أن الخصخصة هي عبارة عن نقل الملكية والخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص وممكن تتم هذه بأكثر من طريقة وممكن بيع هذه الممتلكات وممكن تأجيرها وممكن تكون شراكة ما بين القطاع العام و القطاع الخاص فع سبيل المثال نحكي البلدية من وظيفتها هي جمع النفايات فممكن البلدية تقوم ببيع هذه الخدمات بأنها تبيع الأليات و تبيع مكبات النفايات أو ممكن تأجرها للقطاع الخاص و القطاع الخاص يأخذ رسوم من المواطنين مقابل هذه الخدمة أو ممكن تتم بشراكة بطورتين أو بأخرى أبي شو رأيك في الخصخصة؟ بداية نحن لا أستطيع أن أحكم على الخصخصة بشكل عام أو بشكل مجمل على كل حالات الخصخصة نحن لازم أن نتحدث عن الخصخصة و نتطلع على كل حالة لحالة بشكل أساسي أنا أرى أن الدولة عليها دور اقتصادي واجتماعي بداية عليها دور بأنها توفر فرص متساوية لجميع المواطنين في قطاعات الصحة و التعليم و النقل أيضا عليها دور أنها يتوفر شبكة حماية اجتماعية لجميع المواطنين تحمل الشرائح الأقل حفظاً و الفئات المهمشة اقتصادياً في حالات البطالة و التعطل عن العمل و الفقر و غيره فلما أريد أن أحكم على الخصخصة أنا أريد أن أتطلع ما هو القطاع الذي تم خصخصة بداية إذا نحكي على سبيل المثال أنا أرفض بشكل كلي حالات مثلاً ممكن تصير خصخصة لقطاعات التعليم و الصحة و النقل أو هذه القطاعات الحيوية التي ترتبط بخدمات أساسية لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع نور تتفقي بالحكاء أبي؟ يعني أنا أتفق بجزء كثير كبير من اللي حكاء أبي بأنه دور الدولة أو الحكومة أنه هي تأمن قدر المستطاع لكل الشعب حياة متكافئة بحيث أني أنا ما بدي يكون عندي قطاع خاص هو اللي يأمن لجزء من الشعب هاي الحياة فبالتالي أزيد الطبقية بالمجتمع أنا المفترض الدولة يكون بإيدها القطاعات خصوصاً مثل ما حكاً الحيوية لما نحكي عن صحة لما نحكي عن تعليم لما نحكي عن نقل هاي أساسيات حياة الدولة هي المسؤولة عنها ولو في قطاع خاص هو رديف للدولة لكن مش منافس للدولة ولا يحمل عنها عبء من الأعباء أوكي تمام سارة ضد نهائي ضد الخصوصة بشكل كامل أبدا بشكل كامل ولا بأي قطاع ولا بأي أنا بروح على طرف الآخر كل شيء يجب أن يكون بيد الحكومة أه كل شيء أه آه آه يعني حتى مش بس قطاعات مش بس خدمات يعني مش بس نقل حتى المغارب أنا أكيد ما أختلف معكم باللي عم تحكوه بس أنه بروح برضو أبعد من هيك أنه حتى الإنتاج حتى الصناعة حتى هاي برغة طيب أم أن تتفق مع سارة لا أنا أختلف مع سارة كلية يعني هو بالبداية الخاص خاصة علينا إخذها كمفهوم عام أولا هي جزء من كثير عمليات أخرى في الإصلاح الاقتصادي بس دبنا نيجي عليها هي نفسها نحكي عنها بشوف أنه آه نعم أنا مع الخصخصة يبقى بيد الدولة الأمن القضاء الدفاع هذه أشياء أساسية ضلها بيد الدولة ولكن تبقى الدولة في مكان آخر أو الحكومة تحديدا هناك الدولة والحكومة تبقى الحكومة في مكان آخر خارج اللعبة الاقتصادية لأنه أولا ما ناس بقدر ينافسها هي مستحيطة تكون قدر التنافس أقطع خاصاً لنافسها الدولة أو الدولة بشكل عام وفي نفس الوقت أنا بسمح بالنمو الاقتصادي وبسمح بإني أشجع المبادرات الفردية وبسمح بإني أدير المواردي بطريقة أكثر إنتاجية فمن هذا الباب أنا بكون مع الخصخصة ففي مفهوم الكلي نعم أنا مع الخصخصة بالمطلق باستثناء أمن دفاع قضاء فأنت بتشوف دور الدولة بالأمن والدفاع والقضاء طب بكر الرقابة لا برجع الأكل جزء من جوابي هو ليش الخصخصة من الأساس يعني ليش نلجأ للخصخصة من البداية هي كأداة رأسمالية لحتى يكون في عندي زيادة الجودة لبعض الخدمات ليش؟ لسببين أنا بشوف الأول لما تكون في بعض المؤسسات ما فيها ربحية بعكس متوقع منها فليش الإدارة الحكومية ما بتفشل بإدارة هاي المؤسسات بسبب أنه مثلا بعض المؤسسات هاي بتكون مثلا بحاجة لنوع من الإدارة بكون مرن والقطاع الخاص بتميز في هاي الإدارة السبب الثاني أنه بعض المؤسسات بتحتاج لاستيرات تكنولوجيا وخبرة معينة لا يمكن أن الدولة تراكمها بسرعة كبيرة يعني مثلا فرضا مثلا الاتصالات أنا إذا كانت في عندي جهة اتصالات حكومية على أغلب أنها راح تكون تقدم الحد الأدنى من سرعة الإنترنت من الشبكات من التقطيع هاي الأمور لكن أنا إذا مسكت شركة الاتصالات هاي وعطيت مثلا عقد إدارة بشكل من الأشكال خاص خاصة لشركة مثلا متطورة من دولة متطورة هاي الشركة راح تجيب للدولة نفسها للتكنولوجيا اللازمة لحتى يتم تشغيل الاتصالات بشكل كفو أكثر فبالتالي هون الخاص خاصة بتكون لخدمة المجتمع بحيث أنه أنا أجيب التكنولوجيا اللي بستفيد منها السبب الأول اللي بنارجع له إدارة المرنة للقطاع الخاص بتعالج كثير من الأشكال المشاكل اليومية والتشغيلية لأنه معروف عن قطاع حكومة وفيه كثير بربلغط وما فيه التبني للمرونة وهذه فمثلا مثل قطاع النقل لا يمكن أن القطاع النقل أنه يسير بسرعة كبيرة لأنه راح يكون مثلا كثير في برقراط في تنظيم بزيادة فليش؟ لأن القطاع الخاص دائما مدفوع بالربحية بالضبط وهل البرقراطية شي سيئة؟ لا لكن برقراطية المملل لبعض القطاعات يعني بعض القطاعات تحتاج سرعة مثل الاتصالات تحتاج سرعة سؤال ليه افترضت أن الحكومة غير قادرة على أنها تستقطب ناس هي تزيد من كفاءة العمل يعني ليش افترضت أنه كفاءة الاتصالات مثلا لازم يكون من شركة خارجية مش أني أنا أستقطب ناس فعليا أنا أوظفهم بحيث أنهم يزيدوا من كفاءة هذا العمل ليه افترضت أن الحكومة غير قادرة على زيادة الكفاءة؟ معك هي الفكرة أنه أنا الخصخصة أتركها آخر خيار أنا في حال مثلا كانت في عنده مؤسسة بتخسر أنا مش على طول خصخصة أنا بشوف شو المشاكل اللي فيها لكيف أنا مقدر أحل هاي المشاكل هل في حلول ثانية هل أنه أغير الإدارة أعمل هيكلة تقليص دمج فيه كثير أدوات بأيد الدولة تقدر تعملها قبل الخيار اليوم الافتراض فيما يتعلق بالبيروقراطية هذا الافتراض هو حقيقة أثبتها أولا تراكم طويل من عمر الدول الحديثة من 300 سنة أضف إلى ذلك أنه جهاز الحكومي هو جهاز ضخم جدا جزء من إداراته بيكون بدير الشركات بيكون بدير آخره اليوم لما قلنا أمن دفاع سياسة سياسة خارجية سياسة داخلية هاي كل ياتها وظائف والحماية الاجتماعية لبعض الشرائح اللي أكيد رح تظل الدولة تقوم فيها دائما والدعم مثال على بالزبط إيش يعني مثلا دولة حديثة الأجهزة الأمنية والدفاع تبعتها بإيد الدولة بس باقي القطاعات خصخصة يعني كل النظم الغربية تقريبا لا ما بدنا نقول كل الدول الغربية اليوم عندك أمريكا من هاي الأمثلة علم بأنه دخلت الخصخصة على كثير مسائل فيها هل الشركات لا تدخل بقرارات الحكومة؟ بضبط هذا ما بدك تفكر فيه أن الحكومة فعليا ليش أنت يعني السلطة جزء منها أن الحكومة تكون حرة مع الشعب فإنت فعليا كل ما زدت القطاع الخاص أنت ممكن تزيد من تدخل يعني هو هيتحول زيك أنه لو بيضغط أو أوراق ضغط داخلية أنا يأتي دور الرقابة هذا واحد من أدوار الحكومة التي تكون فيها الخصخصة أو مفهوم السوق الحر إذا نرجع أن نعرفه مننا نقول اليوم أنه أنا فيه جزء منه أنه يمنع الاحتكار هذا اللي أنتو بتحكو فيه لا مش بس الاحتكار لا بيضغط الاحتكار واللوبيهات وإلى آخره اليوم الفكرة الأساسية أنه أنا منع إلى الاحتكار هو واحد من أدوات الدولة لازم تقوم فيها منع إلى مسائل مثلا خلين نرجع على موضوع أنتو بتقول نحكي عن موضوع اللوبيهات هاي الشركات التي ستشتغل هي من وين؟ وهل هي داخل الدولة أو من خارج الدولة وحتى لو من داخل الدولة اليوم دعسلك سؤال أساسي ألا يظهر الفساد في القطاع الحكومي معناته خلص نلغي القطاع الحكومي لكن وين الفكرة؟ الفكرة أنه القطاع الحكومي تبقى إنتاجيته دائما منخفضة حتى لو قللت فيه الفساد لأنه أنا أبدأ أقول لك شغلات لأنه اليوم عندي أنا موظف القطاع الحكومي مصطلح النكتة اللي بتنمزح على هذا الموضوع أن المدير الشئون ووظافيين تبعوا رئيس الوزراء تخيلوا كيف الفرق الهائل بينه وبين هذا الإنسان تسريحه صعب هاي مشكلة إدارية هاي مشكلة إدارية وستبقى كذلك يجزء لا يتجزء من الحكومي أريد أن أسمع من أوباي أنا تمام أنا ما أعتقد أن الفكرة لما نجي نطلع على الاقتصاد أو على مسألة الخصخصة مش العامل الأساسي هو اللوبيات الممكن تنشأ مثلا من أصحاب رؤوس الأموال كيف ممكن نضغط فيها على السلطة السياسية ولكن العامل الأساسي أنا كيف بدي أحقق تنمية حقيقية أوزع مكتسبات التنمية بشكل حقيقي بين شرائح المجتمع المتفاوتة بحيث أني أضمن عدالة اجتماعية هذا الشيء ما بيجي فقط من أن الدولة تقوم بأدوار الدولة الحارسة نسميها اللي هي الدفاع والأمن والقضاء هذا بيجي الدولة يجب أن تلعب دور اجتماعي كيف؟ كيف؟ كيف الدور الاجتماعي لها تلعب الدولة؟ بداية الدولة عليها مسؤولية في توفير فرص صحية لكافة المواطنين وبشكل متساوي تضمن حقي كمواطن مجانية؟ هسا الفكرة أنه تضمن حقي كمواطن بالوصول للخدمات الصحية اللائقة التي تليق فيك إنسان وتليق في كرامة الإنسانية بغض النظر عن مستوائي الاقتصادي بدها توصلها من خلال مجانية توفر تأمين صحي حكومي للجميع مثلا هذا طريقة ممكن توصل فيها الدولة أيضا إحنا لازم يكون في الدولة أدوار في قطاعات التعليم أدوار في قطاعات النقل الدولة بالإضافة لازم إنها تنظم العملية الاقتصادية مش بس تكون دولة حارسة لازم تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل بحيث إنها تحمي العامل لازم تحمي المستهلك لازم تمنع الاحتكار فكرة إنه إذا بدنا هالخصخصة بتشوفها إذا عملنا الخصخصة رح تمنع يعني هالعلاقة ما رح تكون منظمة؟ لا حسب أنا برجع بحكي حسب القطاعات اللي بدنا نخص خصها يعني مثلا هناك قطاعات بتوفر خدمات مثل خدمات الاتصالات لو نحكي على سبيل المثال أو مثلا القطاعات الإنتاجية ممكن نحكي المصانع وما إلى ذلك هاي لا أرى أي مبرر اللي وجودها بيد الدولة أو إن الدولة تكون بهذا الدور الدولة مش وظيفتها إنه هي تنتج وتصنع وتقدم هاي الخدمات اللي بناش نحكي إنها خدمات محورية استهلاكية خدمات استهلاكية مش خدمات محورية تتعلق في حياة الإنسان وكرامة الإنسان كل اللي حكيتهم بتعلقوا بكرامة الإنسان و جودة حياته لكن إذا كان في نقضات تعطيني دقيقة بس بدي أسأله سؤال لأنه هي كبّعلي طب أمريكا ليش فيها قطاعات لساتها بإيد الحكومة لا هلأ وما خص خصتها موجود اليوم يعني زي التعليم يعني أنت حكيت مع عدد دور الحماية طيب أنا قبل ما ندخل بالقطاعات بدي أسمع شو عند بكر حاط وبعد يبدأ ندخل بالقطاعات ماشي القطاع الإنتاج اللي حكي عن النوبي أنا بإمكاني أن أنا كدولة أني أنا أترفع عن التحكم في القطاع الإنتاج بشكل كامل بحيث أني أنا أكون المالكة الكامل فيه لكن هناك أدوات ثانية أنا أستخدمها لضبط القطاع الخاص مثل تعزيز النقبات النقبات العمالية بتحديداً وفي هيئات التنظيمية والرقابية هذه الأمور أدوات بيد الدولة حتى تضبط الحد الأدنى والحد الأعلى لحركة القطاع الخاص داخل العوام الإنتاج بحيث أن تعززها أو تحفظ حقوق العمال فهذه الأمور واجبة طيب سؤال على القطاعات أنت سألتي أنه أيش القطاعات خلينا نحكي حتى يعني في عقر الرأسمالية أنا اللي بشوفه أنه هاي الدول في داخلها في كتير قطاعات هي مرضة تتخصخصها و الأسباب مختلفة هلا هلا رح أضرب أمثلة بس هذا الشكل ناجح بدول العالم هذا الشكل ناجح فيها أكثر يعني الرأسمالية عم تنجح فيها أكثر أما مثلا بريطانيا ناسمها ما بعرف القطاع الصحي عندهم وهي ما بعض من أكثر دول الرأسمالية في العالم بس هم لسه عندهم هذا القطاع لسهاته بيات الدولية طب بلاش تجربة البريطانية نرجع على بريطانيا لما خصخصوا النقل العام عندهم كثير صار في عندهم مشاكل لأنه بكل بساطة القطاع الخاص ببحث عن الربح هلأ هين هي مشاكل هلأ هين هي مشاكل اليوم بلندن هيني أنا جايتك بالحكي أنا أقول لك هلأ هم إيش صار مارغريت تاتشر أتوقع بلشت إنها تتخصص كل الشركات الدولة إلا قطاع النقل ولا سبب حكومات البعديها خصخصتها وصار في كتير مشاكل عليه مثلا في عندك مناطق أنت فيها ناس مواطنين ومنحقهم أن يكون في عندهم وسائل نقل أب الضبط وفي مناطق أن هم هذا الإش بأثير على جودة حياتهم بأثير على قدرتهم على أنهم يلاقوا شغل بالمدينة ومن هذا الحكي هلأ هاي المناطق ما فيها ما فيها ربح التشغيل فيها مخسر على قطار والمواصلات فيها سكاك الحديدية سكاك الحديدية لأنها مخسر ما عملوا؟ لاحظة لاحظة على موضوع النقل نور أنت بنظر خصخصت قطاع النقل هل هذا جيد أم سيئ لا سيئ أنا مش مع تخصي يعني كل هاي الأشياء الحيوية أنا مش مع خصخصتها لأنه حتى لو بدي أربطها بموضوع الأمن اللي حكينا أن الدولة من وظائفها أنه هي تحمل أمن داخل الدولة طبما أنا أساس الأمن أن المواطن نفسه يحس حاله بأمان أنا ما رح أحس حالي بأمان إذا أنا حاسس حالي طبقة دنيا وهي الطبقة إذا ما محها فلوس كافية فهي ما رح تتنقل بصورة كافية وبالتالي ما رح تكون عندها صحة بصورة كافية وبالتالي ما رح يكون عندها تعدين بصورة كافية طبما أنا ليش تشي عند الجريمة جزء من أجزاء أني أنا بتشي عند الجريمة إنه شخص ناقم على الحياة لأنه شايف حاله إذا بده ينتقل من مدينة لمدينة بده يحكي لهم قديش بدي أدفع عشان أنتقل من هاي المدينة فالنقل شيء أساسي طبعا فكرة الأساسية هون أول مفهوم النقل مفهوم واسع بلش من الطيارة للأقل اليومي طبعا فهاي كلياتها جزء من هذا القطاع صحيح بالنسبة للتجربة بريطانيا يوريس جونسون اللي هو الرئيس الوزراء الأخير كان لبريطانيا عندما كان يريد أن يعرف على محافظين اللي جزء منهم ماركت تاتشر كان يريد أن يفرجهم أنه خسخصة هذا القطاع كانت صحيحة لا يحضرني صراحة اسم المنافس كانوا عمله مثل منافسة هو من الحزب العمالي كان نظيره نازل مرشح انتخابات فقال إحنا الاثنين أنت تستخدم بوريس جونسون يستخدم النقل العام وانت تذهب وتستخدم النقل الذي هو سيارتك الخاصة وكان فيه بمشوار معين داخل مدينة منظر فقط اسمعيني القطاع الذي هو النقل العام الذي تمخص قسطه والاثنين جربوا وصل المنافسة النهائية كانت أنه وصل أبكر من المنافسة من حزب العمال تقريبا بثمان دقائق الذي كان يستخدم سيارته الخاصة المقصد الأساسي لا بسهلا أنا دعا أصلك صورة الديبات كان بينهم كالآتي حزب العمال دائما هو تصوره على فكرة التأميم وإلى آخرية أكثر حماية على القطاعات الحيوية حزب المحافظين هو أكثر ممارسات تحرير للسوق فلما يجوا يثبتوا أنه اليوم هل الفشل عندي النقل في لندن أثبت حزب المحافظين أنه بالرغم من أنه خسخص هذا القطاع إلا أنه لا يوجد قابل تكلفه دين 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 فاهم أنت ذكرت المثال البريطاني على أنه صار فيه مشاكل لم أصر أسمع من بكر عن نقل أريد أن أعقب على كلامكم في بعض المناطق لا يكون فيها كثافة سكانية عالية بحيث أن تشغيل خطوط بذات ربحية عالية تجذب القطاع الخاص أمر غير وارد من نفس الوقت لماذا أظهر على قطاع النقل؟ بالأساس أن أظهر عليه كوحدة واحدة أنا بإمكاني أن أقسمه بمعنى لندن فيها كثافة سكانية عالية فيها حركة عالية بحاجة لمرونة بحاجة لكثافة بحاجة لتكنولوجيا معينة بالنقل فبالتالي أي قطاع خاص سيكون راغب أن يدخل في هذه المنطقة مثلاً أو مثلاً إذا افترضنا أن هناك مدينتين ما هي مشكلة؟ بصف القطاع الخاص قاعد عن ذلك من المدينة من المدينة يخسروا لا، ليس بخسر بره هو أظهر المناطق النائية ظل الحكومة تخص خص المناطق لا يخسر لكن الحكومة تخسر لا، ليس تخسر والقطاع الخاص يراكم أرواح يدفع درائس يشتغل في هذه المناطق التي هي المناطق النائية لكن بالمقابل يكون هناك إعفاء ضريبية أو من باب المسؤولية الاجتماعية التي تفرضها الشركات الحكومة على القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية هي جانب موجود بالقطاع الخاص و يتم أن ببعض الأحيان تشغيل خطوط أو ما كانت المعسسة بحيث أن ما قشنا في قطاع النقل خلينا ننتقل لقطاع الموارد يعني عم بحكة عن الكهرباء أو المي عن أي الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة هل بتشوفوا خص خصة هاي الموارد بشي جيد أم إشي سيء يعني؟ أحب أسمعك وبي بداية لما نجحك عن موارد الطبيعية مثل النفط الفوسفات هاي الثوروات الطبيعية الموجودة تحت أرض الدولة أو بأرض الدولة أنا بأعتقد أن هاي الموارد الطبيعية بالأصل هي ملك للشعب فبالتالي الدولة لازم يكون لها دور أساسي في إدارة هاي الموارد وتوجيهها بما يحقق الصالح العام شو يعني؟ يعني الدولة بدها تستثمرها بأفضل صورة لتحافظ على ديمومتها وتحافظ على يعني البيئة الموجودين إحنا فيها ممكن تكون الخسخصة أنه هي طريقة لأفضل إدارتها؟ أنا بأعتقد أن الدولة لازم تخطط في إدارة هاي الموارد يعني يطلع التخطيط من الدولة هلأ ممكن شكل من أشكال الخسخصة يعني مثلا في حالات يعني تحول المؤسسات التي تدير بعض الموارد الطبيعية إلى مثلا شركات مساهمة عامة يكون في مشاركة فيها للقطاع الخاص ولكن الدولة تسيطر أو تكون مالكة لأغلبية الأسهم الموجودة فيها فلما تكون الدولة مالكة لأغلبية الأسهم الموجودة فيها فهذا يعني أن الدولة تختار أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فبالتالي هي التي تدير هذه الموارد وتخطط فيما يتعلق بهذه الموارد بما يحقق الصالح العام للدولة ويحافظ على ديمومة هذه الموارد وحتى ممكن يطلع المواطنين يشترأ أسهم فيها مش فقط للقطاع الخاصة نور ما بعرف تتفق مع أبي على موضوع الموارد بهذه الطريقة؟ نتتفق معه وشغلة تانية بضيفها الموارد مثل ما هي ملك مثل ما حكى للشعب فلازم الحكومة يكون لها دور بأنها توزحها على الشعب الشيء الثاني هي شكل من أشكال قوة تليمية توزعها مجانا للشعب؟ بمعنى أنها تحقق من خلالها عدالة مجتمعية الحكومة اليوم هي أداة موجودة لحتى تقيم عدل في هذه المنطقة الجغرافية ما بين هذا الشعب النقطة الثانية أن واحد من أدوات قوتها كحكومة أو كدولة هي هذه الموارد فباللحظة التي تستغني عنها للقطاع الخاص هي تفقد شيء من قوتها فبالتالي هذه الموارد غير أنها فيها فائدة اقتصادية هي عائدة برضو بأنها تكون أداة من أدوات الدولة باللحظة التي تستغني عنها ونحن كلياتنا نرى أن الدول النفطية هي دول لها قوة معينة وتوازي أحيانا قوة السلاح بل أكثر فعندما تستغني عنها أو تسلمها لقطاع خاص أنت تنزلت عن شيء من سلطتك حتى في إدارة هذه الدولة صارى، إذا عudiنا القطاع الخاص ام كأن القطاع العام لي صحيح أن القطاع العام التحكم في هذه الموارد ويمكن أنت ميالة لهذا الجهة أكيد هل ممكن أن يكون هناك إحدار ضع Ioى fivegers لماذا غير لا يبدو أن ؟ لأن القطاع الخاص هدف battling لأن القطاع الخاص هدف الربح فهي يفهد بأفضل طريقة يعمل فيها الربح بس هاي الأفضل طريقة مو بالشرطة تكون هي نفسها الطريقة اللي بتفيد الشعب يعني أنا مرة تانية أنا القطاع العام هدفه إنه المصلحة العامة مصلحة شعبه بس رأس المال هدفه الربح فالربح ممكن يكون على حساب المصلحة العامة مثلا ممكن يبيحها لشخص خارجي أو لأداة خارجية هاي الأداة ما تحقق شيء مفيد للدولة مثلا لما تحكي أداة خارجية إنه خارج الدولة خارج الدولة نفترض أن الخصخصة لداخل الدولة حتى الخصخصة لداخل الدولة ممكن أن تبيع هاي الممتلكات لجهات خارجية وصارت ممكن القطاع الخاص مثلا أو بعقلية الربحية يتصرف فيها بحيث أنه ما يحافظ على ديمومت واستمرارية هاي الموارد للأجيال السابقة هذا عامل مهم إحنا لازم ننظر له إحنا بأن الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة لنحافظ على ديمومتها ونحافظ على استمرار وجودها للأجيال السابقة مش بس إحنا العايشين حالياً على الدولة بحاجة جاهبين بحاجة عن البيئة لأنه هذا إشي كتير مهم كمان يعني الشركات عم تتصرف بطريقة إنها بتضر البيئة لأنه هي هدفها الربح يعني أنا كحدة بدي ربح لشركتي باكل هم حياتي بس ما حفكر أنا بالأجيال الجاي سؤال الأيمن لأنك أنت حكيت دور الدولة نتحافظ على الأمن والدفاع والقضاء شوف كمان لازم تحافظ على البيئة لما يجي الموضوع للخصخصة في الموارد أولاً هناك نقطة مهمة فيما يتعلك موضوع الموارد خصخصة الموارد أو إدارة الموارد لا يعني فقدان السيادة سيادة الدولة على كامل قطعتها الجغرافية هي سيادة مطلقة هذا موضوع منتهي وبالتالي إن شعرت الدولة في وقت ما بأنه مثلاً دخل أي مستثمر بشكل معين وثبت فعلياً أنه هناك شيء يضر بالمصالح العليا للدولة الدولة تبقى صاحبة سيادة على ثقة أرضها ولكن لما نجي نتفرج إذا الملكي الخاصة لا تنقص الدولة سيادتها حتى على أراضي مواطنينها ولكن فيما يتعلق بالموارد الموجودة عندي إدارتها الكفؤة اليوم لما أنا أديرها من خلال القطاع العام أكثر شيء حلت مشكلته الخصخصة هو موضوع خفض قيمة السلع أو خفض قيمة الخدمات بمعنى آخر اليوم لا لا طبعاً لا لا لأنه لما تخضع الشيء للمنافسة هذه النقطة اللي أنا بدي أحكي عنها لما أخضع الشيء للمنافسة حتماً سأخفض قيمة الخدمة لأن كل صاحب رأس مال في هذه الدورة الإنتاجية سيحاول أنه ينتج هذه الخدمة بأقل سعر ممكن وبأقل كلفة ممكنة طيب سؤال بكر تتفق على أنه لما نخصخص الأمور تنزل سعرها؟ الخصخصة لها أشكال ولها درجات يعني مثلا فيه فيه بالموارد بالذات مش شرط أنه أنا يعني هو الفكر العام عند الناس أنه خلص القطاع الخاص بمتلك كامل المؤسسة بكل الموارد اللي فيها وهو الوحيد يقدر تحكم فيها لكن في بعض الأشكال الخصخصة تكون عقدي دار يعني زي بالعرب زي ما نقولها الدولة بتضمن الشيء لشركة معينة سواء بشكل دام أو بشكل مؤقت عشان تديرها بشكل مناسب بس تخصخص المؤسسة نفسها لكن الموارد نفسها الدولة بتبيح للشركة فبالتالي الموارد لساتة بتعود إيرادات على الدولة نفسها فبالتالي ليس لازم أنا أشوف أن الخصخصة هي استعواذ كامل دائما لكن هل الخصخصة تساهم في تخفيض قيمة مثلا الموارد أو الخدمات المقدمة؟ الخصخصة الإيجابي أو تطبيق الخصخص الصحيح لازم يضمن أنه إذا كان في عندي مثلا مؤسسة حكومية محتكر داخل الدولة بالعادة ما رح تكون مهتمة بموضوع منافسة سعرية بقدر من أنها تسير عمالها لأنه هي الوحيدة المسيطرة ضمن البجت ضمن الميزانية العامة للدولة في أهداف معينة لازم تسيرها بالحد الأدنى لكن أنا لما أخلي في مؤسستين في عندي والمنافسة السعرية دائما بالقطاع الخاصة والمنافسة السعرية هي الأساس إلا إذا حددت حد أدنى و حد أعدنى وقتها بيكون مثل قطاع البنوك قطاع البنوك بالعادة ما فيه منافسة سعرية وفيه حد أنه وفيه حد أعدنى فبالتالي بلجوا لموضوع الخدمات الرديمة لكن في بعض الأمور منافسة سعرية فعلا مثل ما قال زميلي أنه بتخفض من السعر للمنتج و ترفع جوة صار تختلفة بس أحكي لك بكيرا أنه إذا الحكومة هي بتملك أرفع سعر أن نزل سعر خلص أن أمت لك هذا المورد فأنا أريد أن أبيعه بالسعر المشروف المناسب في الحكومة وين يأتي؟ عندما نتحدث عن حكومة كأنه كيان موجود في الفضاء في الحكومة وين يأتي؟ أفترض بالحالة الديمقراطية على الأقل من الشاطئ بالضبط لماذا أتطلع الحكومة كأنها عدو عندما يكون عندي خطة وطنية اقتصادية حقيقية لا يجب أن أسمعها مشاكل الإدارة عندما نتحدث عن مشاكل الإدارة كأن القطاع الخاص الحكومة تقدر تعمل هذا الأشيء كمان وليس شرط على فكرة يخفض من سعرها يعني فيه تجارب عالمية وانت حكيت ردت على هذا الموضوع وقالت لي كل تجربة مختلفة فأنا أتفق معك بس كمان السعر المنخفض إجاء على حساب شغلات تانية يعني في كثير مرات أنهم اضطروا يسرحوا موظفين اضطروا أنهم أمان الوظيفة بديش أمان وظيفة أنا مسمكي تكب يخفضوا جودة الخدمات أو السلع عشان يخلوا الربح يعني المارجن تبع الربح يظل عالي ورأس المال بحاجة أنه يظل يتطور ويكبر فهو بحاجة أنه يظل الربح تبعه يتزايد هاي حقيقة احنا عارفينها فمرات كثير هادئش بيكون على حساب الخدمة نفسها أو السلع نفسه ما أعتقد لأنه جزء من الأشياء الأساسية يعني ما هو كمان فيه مستهلكين ما فيه قوى سوق تتحكم في الموضوع السوق نفسه لن سيرفض وجود جهة تقوم بأنها تقدم له خدمة رديئة أنتو اليوم خلينا نتفرج بس لو سمحتيني اليوم نيجي نتفرج على أي قطاع يعني يعني شو بنا نحكي نيجي على البراندز أي براندز بحينا نحكي على الموارد الطبيعية على المتجارية أنا أقول مثلا مثلا علمات الجاري مجيبها كمثال اليوم أنت بتروح كمستهلك أو كحدا بتروح تشتري من الأعلى جودة والأقل سير فهذا الاشي راح ينعكس كمان بالإضافة لموضوع الموارد يا خيمان بالإنتاج المحلي شو بدي أعمال في الإنتاج المحلي أنا لما البضائع اللي عم تنتج بأيدي عاملة مثلا رخيصة لأن شركات هاي الكبيرة بتقدر إنها تسهل دخول هاي المنتجات عندي شو ديسير بالسوق المحلي والإنتاج المحلي إذا ما يتنافس عندي أنا ما بحكي أنا بحكي حتى بما يتحرك موارد الطبيعية للدولة اللي يتم إنتاجها في الداخل لما أنا أخضحها لقوى السوق هذا الإشي أكيد يعني وكل التجارب أثبتت إنه بتنخفص سعر الخدمة حكينا بالموارد بدي أخد خلينا نحكي قطاع خدمي ويمكن حساس أنه زي التعليم أو الصحة في ناس تحكي مثلا أبي ببداية الحلقة حكا لنا لا التعليم والصحة هاي خدمات لازم الحكومة تقدمها بغض النظر ما بنفع حطها بإيد القطاع الخاص ولكن أيما تحكي لا أنا مع الخص خصة بشكل عام بشكل عام طيب لما نجل على التعليم والصحة أنا أحب بس فيه شغل أعكد عليها أنه إحنا هون بنحكي عن المفهوم ما بنحكي عن أمثلة محددة لدول بعينها لا مش عم بحكي عن دول عم بحكي قطاع التعليم وقطاع الصحة اليوم أنا لما أجل أخص خص قطاع التعليم والصحة أنا شو بهمني في النهاية يعني أنا بقول سياسات التأميم أو اللي هي سياسات الدولة تظلها هي المحتكرة كل قوى الإنتاج لم تنتج إلي إلا مجتمعات فقيرة ما أنتجت إلي طبقات وسط حقيقية ولا أنتجت إلي اللي هي الطبقة الوسطة اللي هي الطبقة الحقيقية الفاعلة في المجتمعات كلها شيئا ما بين اليوم أنا لما أجل أتفرج على قطاع مثلا زي التعليم والصحة أنا شو بدي منه في النهاية أنا كدولة أو أنا كمجتمع أنا بدي أولا أحقق أفضل تعليم ممكن وأحقق أفضل صحة ممكنة الخاص خاصة فيما يتعلق في هذول المجالين سيبقى فيها نموذ الدولة ستحصل ضرائب من هذه القطاع عين أو من الناس الذين يديرون هذه القطاع عين سيأخذ آلاف يمكن الجهات أو عشرات مثلا حسب كل دولة تفوت تدير هذه القطاع عين بالمقابل هذه الضرائب أنا أستطيع أحمي يعني الناس سياردون عليهم يقولوا طيب واللي ما يستطيع يدفع طبعا أنا أستطيع أحمي أنا أستطيع أحمي هذه الشرائح أحددها وأحميها ألاقي طريقة لدعمها طيب ولكن من الخصقصة في موضوع التعليم والصحة بقدر أضمن تعليم سليم وصحة سليمة وفي نفس الوقت من خلال هذه العوائد الضريبية أقدر أحمي الشرائح اللي أشد احتياجا شو رأيك نور بوجود القطاع الخاص في التعليم والصحة لا أنا بشوف العكس يعني أنت حكيت على الطبقة الوسطى إحنا كل ما زادت عندنا الخصخصة وكل ما زادت توغل القطاع الخاص بالسيطرة خصوصا على الصحة والتعليم أنا زدت الغني غنى وزدت الفقير فقر لأنه اليوم الغني عم بيمارس دورو بأنه يربح على حساب الشعب بينما الشعب صار أمام خيرين يا إما أني أنا بستغني عن التعليم أو عن الصحة وهذا اللي منشوفه واقع بأنه أحيانا ممكن يستغني عن شيء من صحته ومن علاجه لأنها بتفوق قدرته المادية وبالمقابل أنت ما أعطيته أي بديل تاني يعني أنت كحكومة لما أجيت خصخصة موضوع الصحة أنت حرمت كتير ناس من أن تأخذ حقها بالصحة ببساطة لأنه ما محا فأنت شخصي اللي ما معه ما أعطيته حرية العيش بأمان وما أعطيته حرية العيش بكفاءة أنت صح جبت كفاءة عالية بس ما أعطيتها للجميع بكر سيدة إذا نظرنا على الأمثلة الموجودة بالعالم تجاه التعليم والصحة بالذات نجد أن الخصخصة للتعليم بالذات ما أنتجت لي شيء جديد يعني أنا التعليم عندي هو منهجية معينة مش بحاجة لتكولوجيا عالية مش بحاجة لإدارة مرينة عالية التعليم هو تقريبا ثابت لكن لا بس ممكن يكون مكلف مثلا أني أجيب لك لاب أو تمارس مثلا أدوات حديثة يعني هذا مكلف أمرات بدأك أجهزة حتى نما تشوف نماذج التعليم الخاص بشكل عام بالعالم يا إما بتركز على الربح على حساب المعلم ورفاهو أو على حساب التعليم ونفس الوقت مرات أنت بتشوف القطاع الخاص وأعلى الجماعات الخاصة بالعالم هي ما بتركز على التعليم بس بتركز على الصورة الاجتماعية أنه أنا جامعتي بجمع الطبقة العليا من الناس الطبقة البرجوازية من الناس أنا حاطة رسوم عالية مش لأنه أنا والله التكليف التعليم عندي عالية لا ألا لأنه أنا بدي طبقة معينة من الناس تدخل عندي على الجامعة لأنه صار موضوع فيه زي مثل ما يقولوها ليبل أنه أنا التعليم الخاص السلعة الترفاهية ونفس الإشارة بالصحة الصحة في بعض المستشفيات إذا كانت مثلا مدات تكلفة عالية هي بتقدم خدمة أشبه بالفندقية من الصحية فهذا القطاعين ليس بحاجة طب سؤالي لسارة على هذا الموضوع أنا حر معي مصاري وبيدي أخذ خدمة فندقية بسقطاع الصحي زي ما بدي وبيدي أدفع بالجامعة المباليخ البدي هل أنه أنا حر في مالي بدي أحكام التعليم أنا تعليم ما بقدر أطلع يعني فيه شغلات الأخصوصية منهم التعليم تعليم أقدر أطلع عليه أنه فيه تنافس لسبب أنه أنا في عندي عدد محدود من الطلاب أنا إذا بدي أفتح مدرستين نفس المكان سيتقسموا على الاثنين يعني أنا يعني مش إنه أنا يعني حضر واحد على حساب الثاني لأنه عدد محدود طبع طبع المشتروا هاي الخدمة وشغلة ثانية أنا لما أتحدث عن تعليم تعليم يعني هذا بهيئ الإنسان لحياته ولجودة حياته ولنوعية حياته ما بقدر أرهنه بالقطاع الخاص ما بقدر أنا أخلي أشخاص وأفراد يتحكموا فيه بعدين فنلندا منعوا المدارس الخاصة بذات التعليم الأساسي خلينا هلا بنحك عن الجامعات بس التعليم الأساسي بفنلندا مثلا منعوهم فصاروا أصحاب الذوات وأصحاب المصاري ويأخذوا قرارات بالدولة يحطوا أولادهم بالمدارس الحكومية شو صار طروا أنهم يرفعوا من دولة مجدوا مجودة الحكومة فأنا بقدر أنه مكلفة اللابات ومكلفة الوسائل التعليمية الحديثة ما فيش لا أختلف على هذا الموضوع ولكن واجب الدولة توفره التعليم النوع ولكن هناك نقطة أساسية هنا إذا فتسمحوا لي يلا أنا الفكرة كمان لما أجي أخسخص هذا القطاع أنا في نفقة كانت الحكومة قاعدة بتنفكها عليه بقدر أني أرجع هذه النفقة أضعها لدعم المدارس الجديدة دعونا نتحدث عن التعليم الأساسي مثلا جامعات موضوع ثاني بقدر أضعها لدعم هذه المدارس التي تدرس شرائح معينة من الناس وأقدر أضمن أنه فيني شغلة أساسية الخصخصة هي مش مفهوم مطلق بس أنا بقدر أني أحط مبادئ توجيهية لما أجي أخسخص أي قطاع تأتي الحكومة بتحط شروط تقول يا عمي أنا مثلا قطاع التعليم قطاع حساس بدي أنه أضمن أنه كل الطفل من عمر 6 سنواته 18 سنة يحصل على هذا التعليم بالمجان مثلا إذا كان هاي هي المبادئ التوجيهية بسير الحكومة هي اللي تدفع طبين بدي استثمر هذا بطرد الاستثمر سؤال الحكومة بتدفع سؤال الحكومة بتدفع ولكن الإدارة بتتحسن في هذه الحالة بدي أخذ من حديثك أيمن وسؤالي لأبي لنفترض أنه مثلا أنا كدولة حطيت موازنة للتعليم عندي في البلد بقيمة X مليون دينار وأنا قررت أعطيه للقطاع الخاص يدير القطاع التعليمي بحيث أنه يضمن التعليم مجاني بهذا المبلغ هل هذا تناسب معك؟ لأن أنت كان عندك تحفظ تحديدا على التعليم الصحة تمام إذا تسمح لي بس بالبداية قبل أن أنتقل للنقطة هاي أحكي عن نقطة مهمة إحنا اليوم في عصر المعرفة اللي بيعرف أكثر بيكسب أكثر فعليا بصير مستوى الاقتصادي والاجتماعي أفضل يعني فعليا التعليم هو وسيلة للترق الاجتماعي وسيلة إلى أنك تسمح للفئات المهمشة والأفراد اللي جايين من طبقات الاجتماعي المهمشة تعطيهم فرص يعني يطلعوا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي هم فيه فبالتالي هذا نحن لازم نكون حرصين على أن نوفر فرص تعليمية متساوية ومتاحة للجميع وتعليم حقيقي بليق بالعصر ومهارات وفكر الطالب وقدراته العقلية ومهاراته وبهيئة لأنه يكون له دور حقيقي بصورة عمل فهي نقطة بس أنا حبيت أني أنوى عليها نقطة اللي ذكرتها أنا ما بعتقد أن التعليم لازم يكون إشي خاضع لمسألة الربح يعني إشي يكون على أساس ربحي أنه هاي أساسيات حياة مش لازم أتركه لقطاع خاص يعني عامل الربح هو العامل الأساسي المهم عنده ومسألة ثانية اليوم التعليم هو وسيلة الدولة لخلق المواطن لإكساب المواطن قيام المواطنة لكي يكون مواطن فاعل في ظل منظومة سياسية ديمقراطية موجودة عندنا فما هاي الوسيلة أفضل أو هذا الشيء أفضل من سيقوم فيه فعليا هو الدولة مش القطاع الخاص هذه بحدد المناهج يعني برجعه بقول اليوم لما أنا أخسخص قطاع قد أخسخص جزء منه يعني كمان هاي نقطة أساسية أنا اليوم خسخص التعليم في مبادئ توجيهية لما أجي أخسخصه أنا كدولة ممكن أنه جزء مبادئ التوجيهية يكون المناهج والمواطنة وهذه القصص أنت بتحكيها بقدر أحطها بس بظمن أنه يدار بطريقة أمام إسماء ما رح نخلص من هذا الموضوع رح نطلع فاصل ونكمل النقاش طب هلأ بدنا نحكي عن الأردن الأردن دخلت بملف الخصخصة من التسعينات يمكن بستة وتسعين بلشنا بشركة الأسمنت بعدين دخلنا بالأسواق الحرة الأردنية لصيانة الطائرات الكهرباء المي للاتصالات البوتاس الفوسفات خسخصنا بمعجل تسعة عشر شركة بدي أسمع منكم هيك على الدور شو رأيكم بملف الخصخصة في الأردن نبدأ من عند أي من يعني ملف الخصخصة في الأردن من ثمانية وتسعين نحكي تحديدا بلشت هاي العملية وهي أنا برجع وبقول أنها هي كانت جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل للبلد هل هي أصلحة الاقتصاد؟ أنا بأعتقد أنه صار فيه نمو منيح للاقتصاد الوطني لكن صار فيه أن الإخفاقات في أي تجربة في الدنيا بصير فيها مشاكل لكن هذا لا يعني أن المشكلة في الخصخصة كان فأمات فيه مشكلة في طريقة النقل طريقة التدرج أنه فيه منهجيات كيف بتنم الخصخصة ولكنه نيجي الآن من ثمانية وتسعين للألفين وتسعين شو أفضل إيش يصار خصخصة في البلد؟ الاتصالات ليه؟ يعني الاتصالات نحن نحكي اليوم بس هيك مؤشرات بسيطة من لما تخصخص هذا القطاع لليوم رفعنا العوائد الضريبية أو العوائد المالية تجي منه للحكومة تقريبا أربع أضعاف رفعنا عدد الفرص العمل اللي بوفرها القطاع لخمس أضعاف غير متحسن الظروف المقصديا بس فرص عمل عادية فرص عمل كانت منيحة خفضنا قيمة الخدمة اليوم الأردن 27% يعني لو نيجي بس نشوف مثلا خدمات الانترنت 27% من إنتاج المحتوى العربي على الانترنت بتم إنتاجه بالأردن تقريبا لغاية 30% و علما بأن الأردنيين بشكله 3% من العرب بمعنى آخر هذا كله سببه اللي أعطينا فرصة لأن هذه الخدمة تكون بجودة عالية جدا وبقيمة رخيصة ساهمت بأن كل الأردنيين اليوم يقدروا يحصلوا على الانترنت و يقدروا أن يكون لديهم هذا الاتصال مع العالم فأنا برجع و أقول أنهم من الأفضل النماذج آخر مؤشر بحكي في ناتج المحل الإجمالي بس نيجي نتفرد نقول دمرت اقتصادنا الخاص خاصة طيب ماشي من 98 كان ناتج محل الإجمالي الأردن 13 مليار اليوم ناتجنا المحل الإجمالي 32 مليار ما دمر اقتصادنا ارتفع الضيف طيب نور تجربة الأردنية بالنسبة لي بتزيد رفضي للخص خاصة صراحة لأنه فعليا احنا حتى على مستوى الأفراد أنا إذا أخذها بشكل جدا بسيط حتى بعيد عن الناحية الاقتصادية احنا زمان إذا نرجع لأهلين أو لناس كبار كان يتغنى بالإنتاج التعليمي مثلا الحكومي احنا اليوم فقدنا تقريبا هذا الجانب صار كل ياته خاص خاص لا بس انت عطيت المجال اتصالات شو رأيك فيه مالو شو صار فيه وبطل الموضوع موضوع ربح شركات حتى لو اني أنا كمواطن نستفيد اليوم من هاي الشركات لكن كنت رح استفيد من الشركات والحكومة رح تستفيد لو انه تم عدم خصخصتها والحكومة عملت على تحسين مواردها بحيث انها تجيب هاي الكفاءات هي هاي هون كل الفلسفة بقول لك أنا خصخصت عشان أحسن الانتاج أحسن النوعية أحسن الخدمة فهي هون الفلسفة بينما انت قادر كأنك انت كشخص مسؤول انت لما تحكي عن حكومة انت عم تحكي عن جهة مسؤولة عن إدارة موارد فبالتالي هي مسؤولة عن انها تزيد من كفائتها بأي الأشكال فبالتالي حتى بموضوع الاتصالات اللي خلينا نحكي أقل ضررا كان على المواطن خصخصته وبالعكس ممكن استفاد ببعض الأحيان لكن كان ممكن انه تستفيد الحكومة أكتر لو ضل سواء الاتصالات أو البريد أو الملكية أو غيره انت لما تفقد قطاعات أساسية بالدولة وتخصخصها فعليا انت عم تبيع شيء ورى شيء وعم تفقد من نرجع لنقطة سيادة الدولة هي واحد من أساسياتها انه هاي القطاعات تكون بإيدي الدولة والضل موجودة لأبناء الدولة بشكل متساوي تمام شكرا نور وباي شو رأيك بالخصخصة عملية الخصخصة لازم تتم ببيئة عالية من الشفافية والنزاهة لازم يكون في عندك هيئات رقابية برلمان سلطة شريعية قوية رقابية تراقب على الحكومة وتسائلها حول شفافية ونزاهة الإجراءات اللي تمت في عملية الخصخصة وحول مخرجات وحول مخرجات هاي العملية تبعت الخصخصة هل فعلا احنا حققنا الأهداف تبعت عملية الخصخصة هل احنا في الحالة الأردنية كان في شيء إيجابي عندنا انه احنا قد نكون الدولة العربية الواحدة اللي عملت تقييم لعملية الخصخصة تشكلت في 2013 دكتور عمري رزاز لجنة تقييم الخصخصة نعم لجنة تقييم التخاصية لجنة تقييم التخاصية وجدت انه في علاقة ترضية عندنا ما بين سلامة إجراءات الخصخصة وما بين الآثار الإيجابية اللي ترتبت على عملية الخصخصة ومن أكثر الأمثل اللي وجدوه على ذلك الاتصالات اللي ذكرتها يعني قطاع الاتصالات لما بنطلع مثلا على قطاع الاتصالات على سبيل المثال كانت خصخصته إيجابية في الحالة الأردنية زادت تنافسية في السوق أنا بشوف حتى أنه لازم تزيد تنافسي طبعا ما التقليل بالله طالع معك الأقل خلينا نحكي أو الأسوأ أنا مش ذاكر تماما ولكن كان عندك طاع شركة توزيع الكهرباء أتوقع كان في عندك إشكالية خصوصا بأسهمها حتى يعني قيمة الأسهم كيف أنك أنت فعليا ضريت المواطن وضريت الدولة بخصخصتها كقيمة السهم نفسه يعني تمام شكرا وطريقة اللي قيمة فيها يعني أوكي أنا بصير بصير أحكي شغلة بس هيك شوي نحكي عن الأردن آه عن الأردن بدي أحكي آه ليه ليه الأردن خصخصت هذا سؤالي إحنا ليه رحنا لهناك عشان نرفع مثلا هل هذا هو كان السبب إيش السبب السياسي الحقيقي لا كان لو بدنا نيج نحكي عن تجربة الأردن إذا بتسمحولي طبعا بس معلش بدي أخذ من سارة نأخذ تصورك عشان أنا الوقت يعني كتير محدود فيه طيب أنا سأحكي عن تليش بدي إتي تجاوبيني أنه ليه البعد السياسي ها تجربة التجربة الأردنية هاي كانت الشروط طبعية بنك النقدوم هاي كانت شروطه طيب هي مو بضرورة تكون مصلحتنا يعني إحنا مشينا بهذا الاتجاه عشان الشروط عشان إحنا بدنا نتضاين وهاي المصاري اللي عادينا عم نتضاينها دايما في عجز الميزاني لا يوجد شيء فضيح عم يصير قاعدين منسد هذا العجز ما في استثمارات حقيقية إنتاجية يعني أنا كدولة ما عم يجيني عائد لا من أرضي ولا من مواردي ولا من إشي بس عم بمسك هؤلاء المصاري بسد العجز بعدين ببيع مؤسسات وطنية عشان أسد ديوني هذا اللي عم بصير وإحنا كلنا نعرف أنه هذا اللي صار و هذا مش الأردن كحال الخططة كل ملف الخصخص فاشل كان لأردن بالنسبة لي ديننا الداخلي اليوم وقفنا دين خارجي لما بلشنا نخصخص ديننا الخارجي نخفض لصالح ديننا الداخلي اليوم الدين تقريبا نسبة تقريبا 45% من الديون العامة على الموازنة هي ديون خارجي والباقي هي ديون محلية تمام ذكر أنا كحكومة شو جانت من خصخصة كتأثين مباشر أنا جانت من مليار و 700 مليون دينار عائدات الخصخصة مليار و نص منهم راحوا وسداد ديون يعني أنا ما رجعت ضخيتهم بالاقتصاد بشكل مشاريع انتاجية أو أن أنا صلحت أخطاء أنا سددت الديون طيب الديون هاي كيف تراكمت تراكتهم من العقدين للزمن فكانت الخصخصة هي زي تقريب العقاب بس ما كان كل الشركات اللي تمت خصخصتها كان سيئة يعني في بعض التجارب كان جيدة مثل المطار مطار لأنه كان عقد إدارة فإحنا بالعربي ضمننا المطار 15 سنة ضمننا ولبس سلساته مولكية للدولة شركة مياهها نفس الاشي كانت أمورها تمام في بعض المحاور اللي احنا ما بنشوفها من موضوع الخصخصة مثلاً شركة مياه كان كثير الهادر للمياه بالشبكات لأن الشبكات ما بتتم فيها مثلاً صيانة دورية وإحنا بالأردن هنا نحن بنعاني مثلاً من ملف شائك للمياه سواء بقلته أو بسبب موقف السياسي مع إسرائيل وتفاقية وادي عربي تجاه الموضوع فالحفاظ على الشبكة تبت المياه كان شيء إيجابي إلينا هذه مياه هنا وبالنسبة للاتصالات إحنا استوردنا التكنولوجيا اللي خلت مستوى الاتصالات بالأردن جداً ممتاز فمشكل للتجارب سيئة لكن تقريباً سبعين بالمئة سيئة ثلاثين بالمئة جيد سؤالي لإلكم وبدأ دقيقة بدنا نأخذ لفة لو أنتو اليوم محل صنع القرار شو الأمور اللي بتعملوها في ملف نحكي الخصخصة نتطلع لقدام ما نتطلع على الأخطاء اللي صارت أو الأمور اللي صارت في السابق نتطلع على المستقبل شو الأمور اللي بتعملوها شو اللي بتغيروها في أشياء بتخصصوها في أشياء ما بتغيرو فيها ما بعرف فمن عندك أي من نبلش وفي دقيقة لو سماحت أنا برجع بقول الخصخصة هي خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي مرة ثانية أنا اليوم لو أكون في صنع القرار ما تم خصخصته تم صار فيه مشاكل كان فيه إيجابيات كبيرة وأنا شايفها كانت في المجمل كانت منيحة تجربتنا في الخصخصة كان فيه إخفاقات هذا شيء ثاني ولكن اليوم كيف نوسع الاقتصاد الأردني هذا سؤال آخر كيف نزيد ناتجنا المحلي الإجمالي هذا سؤال آخر خصخصة هي خطوة اليوم توسيع الناتج المحلي الإجمالي كيف أني أنا أسهل التحفظ عن استثماري في قطاعات كثيرة اليوم عندك قطاعات مثلا زي الهو الاقتصاد الإبداعي أرجع أتفرج على السينما من جديد أرجع أتفرج على موضوع الألعاب الإلكترونية اليوم في الدول قاعد بنحك فيه كثير أرجع أتستثمر في الرياضة أكثر أرجع أعمل منتجات سياحية أكثر لأنه أنا منتج سياحي تمام وعندي فيه إذن اليوم إحنا كدولة كحكومة إحنا كصانع قرار لو أنا اليوم صانع قرار بتسهل الاستثمار الفكرة الأساسية إذا كان رغيف خفز ما بكفي أربعة وإيجوا ستة مش الفكرة كيف نقسمه الفكرة نجيب رغيف ثاني فبدنا نوسع اقتصادنا تمام شكرا لك إيمان نور بداية بعمل مراجعة حقيقية للتجربة السابقة خصوصا أنه إحنا مر سنوات بس عملت لا بس مر سنوات عليها فبعيد التقييم مرة أخرى وبصورة حقيقية مش بس ندها فقط لجهة معينة أو إلى آخره الشيء الثاني هو أني أنا أعمل دراسة حقيقية لموضوع الموارد الموجودة إحنا بالأردن إذن نحكي على التجربة الأردنية في عنا كثير موارد لم يتم استثمارها بصورة جيدة وكما يجب إلى حد الآن إحنا مواد كثير مثل السيليكا مثل غيرها إحنا حتى أملاح البحر الميت مش مستثمرينها بصورة كما يجب فهذا شيء أساسي الشيء الجدا مهم هو الأدوات الرقابية إحنا وين الرقابة أصلا حتى لما بده يكون في خسخصة وين الرقابة على إنت لش أعطيتها الشركة ما أعطيتها الشركة على العطاءات على إلى آخره الشيء المهم جدا أنه أنا يكون عندي خطوط حمراء في الخسخصة على الأقل أنا كدولة في أشياء حيوية أساسية للمواطن أنا ما بجعل المواطن يشعر بأنه يعني في سوق يباع ويشترا وشوي لفطوط الحمراء للنور من أولها الصحة التعليم هاي الأمور أساسية جدا جدا والشيء الخامس والأخير هو أني أنا كل ما بدي أكون دخلت لشيء معين مثل ما حكينا أنا ما دخلته مجبر أنا ما دخلته لأنه في سياسات معينتني أجبرتني لهذا الموضوع وقتها بيكون أنا فعلا عم بدور على شيء كفاء وأزيد من كفاءة تمام شكرا لك نور وبي أنا بداية مع إعادة النظر في تجربة الخسخصة أو إعادة تقييمها هلا هو التقييم جرى زي ما أنا حكيت ولكن لازم نفتح بعض الملفات بعد كمان عشر سنين من 2013 إلى 2023 نرجع نفرج لهذه الملفات نرجع بابضون نفتح بعض الملفات فيما يتعلق بملف الخسخصة ولكن لدينا نحكي خلاص هذه التجربة مرات بدي أطلع لقدام اليوم في عندنا قطاعات حيوية بديش أحكي أتم خسخصتها ولكن اليوم الدولة يعني تتراجع عن دورها في تقديم هاي القطاعات تحديدا نحكي عن التعليم والصحة بنشوف أنه في المؤسسات التعليمية والصحية الحكومية بتقدم خدمات للأسف متردية مقابل عندك قطاع خاص يقدم خدمات أفضل من ذلك بكثير وهنا بتصفي في عندك يعني بديش أستخدم مصطلع خاص خاصة هاي القطاعات ولكن بمعنى أنه إنت قاعد بتدفع المواطنين أنه آه ما تيجوش عندي أنا تأخذ هاي الخدمات مني كدولة لا روحوا أخذوها من القطاع الخاص لأنه أنا الخدمات كما عملت بالتعليم كما عملت بالتعليم بالظرطة الخدمات اللي بقدم لكم إياها مش بنفس جودة الخدمات اللي بقدمها القطاع الخاص فمن هون أنا بتخيق لأنه إحنا لازم نتطلع في الحال الأوندنية شكرا لك أباي سارة بدقيقة بأمم ترجع تسحدي بأمم كل شي كل شي ترجعي كله بيد الحكومة وبخبز رغيف تاني وتالت بخبز أنا بإيدي رغيف تاني وتالت وبستثمر بالإنتاج أوكي طبعا ذكر أنا مش مع التأميم مع الشكل من الأشكال التأميم يعني أنا كدولة في عندي مثلا صندوق سيادية في عندي صندوق استثمارية مثلا الضمان الاجتماعي عنده صندوق استثماري جدا عبقري فأنا بإمكاني أني أخذ تجربة صندوق استثمار طبعا الضمان الاجتماعي وإني أعيد شراء أسهم اللي أنا بحثة في هذه الشركات وإمكاني أني أنا برضو أتوجه للقطاعات كثير كان بإمكاني أني أنا تكون مصادر إنتاجات جديدة مثل السيلكة ومثل الشمس إمعان والطاقة البديلة وملاح البحر الميت وبنفس الوقت أنا لسه في محي مجالة خصخصة أشياء أنا بحاجة خصخصتها يعني مثلا باس عمان مشروع جدا جميل لكن ساء التنفيذ في مشروع كان مفروض أنه يتم خصخصته من بداية الألفينات وما تم اللي هو الناقل الاختار الخفيف ما بين الزرق وعمان هذا الاشي بفيدني أنا فأنا مش لازم أطلع على الخصخصة لأنه كانت تجربة سيئة سابقة أنا صارت معي وما بدي أعيدها لا أنا بدي أكمل فيها لكن ما بدي أعيد نفس الأخطاء والمؤسسات اللي كانت بتقدم لي إنتاج جيد وإنتاج عالي أنا بدي أرجع أشتري نفس الأسهم مرة ثانية وبيدي بنقطة أخيرة أنا لما أخصخص أنا بدور على منافسة سعرية بدور على جودة أعلى فأنا لما أنا أعطي عقد حصري لشركة معينة بالاحتكار فأنا شو استفد لأنه ما رح تكون في منافسة سعرية فهو رح يقدم صح خدمة بس رح تكون خدمة مش بهذه الجودة لأنه هو الوحيد اللي يقدم هذه الخدمة وبنفس الوقت رح تكون بسعر عالي فأنا الاسمنت البترول هاي الأمور هاي المرفات لازم ما يكون فيها احتكار شكراً كتير لإلكم بصراحة وشكراً على خليني حكي الحوار والنقاش الرائع واستمتعنا كتير فيه شكراً لمتابعتكم شكراً للمشاهدة